نساء الخير أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم ببان الخير النهاردة حبينا نتكلم عن أمل مصر ومستقبل مصر وبقالي كم حلقة كلامنا كله متركز عليهم طبعا حضراتكم عرفتوا إحنا حبينا نتكلم عن مين؟ عن الشباب قبل كده جبت مجموعة أمهات فضليات معنا بس ما نغفلش برضو دور الأب والقدوة وكان معنا في حلقتنا اللي فاتت البش مهندس عادل زيدان رئيس مجلس إدارة شركة إفرولاند لإدارة المشروعات وقد إيه فيه فرص عمل متوفرة للشباب طب يا ترى لما حولينا فرص عمل كتير قوي كده ليه الشباب سايب كل حاجة أو مجموعة منه على الأقل وقاعد للفيسبوك أو السوشال ميديا وعمال يطالب بحق ده وحق ده يشوف إيه اللي حصل وعمل نفسه ناشط ساول طب أنت فين حق نفسك فين حق أهلك فين حق بلدك اسمحول أرحب بضيفي وضيفكم النهاردة المهندس أحمد سابت النحال مساء الخير يا بش مهندس مساء الخير يا همت نورتنا وحضرتك بيت معانا من حوالي شهرين ودايما بتنورنا كقدوة حسنة معانا للشباب وكأول واحد أو من الناس الأوائل اللي روحوا الصحراء وتعبوا والحمد لله ربنا جزاهم بتعبهم بس قلتلي في آخر الحلقة أنا لسه عندي كلام ما تكلمتش فيه وكان هيخص الشباب إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل النهاردة اللي بيحصل النهاردة اللي هو عدة أسباب مش سبب واحد لا أول أول أنا عايزة رأي حضرتك وبعدين نشوف سببه اللي بيحصل النهاردة من ناحية إيه الشباب وتفرغوا للفيسبوك وتفرغوا والحوادث اللي بتحصل ده له عدة أسباب برسه لا اتفضل الشاب ده تعلم تخرج وما فيش تعيين طبعا ما فيش شغل الشغل الخاص متوفر جدا وما للبلد الأراضي كل يوم فيه عرض الأراضي وما زارق تقسيط المريح لكن الاستعداد النفسي والشخصي الدفعة الدفعة اللي عند الشاب فين هي يعني انت شغل نفسك بإيه بأمور اللي مش عارف مين راح مين جه ده من اللي بيتكلم على مين ده من اللي بيحكي على مين انت شوف نفسك إيه تلا أول شوف مصلحتك فين إيه دورك الفعال آه وبعدين انت فكرك ده انت يعني كده سايبه وكده فكرك ده انت بتستغله مش لمصلحتك ولا لمصلحت البلد ده انت بتستغله لكلام فاضي مش عايد عليك بفايدة ولا عايد على البلد بفايدة ولا على أهلك اللي تعبوا ربوك وصرفوا عليك وتعلمتوا وخرجتوا النهارت ده انت شغل نفسك بأوضاع ما تخصكش ثانيا رأيك مش حيفيد مش حيفيد ليه لأن انت لو شغال وبتجيب أراء من صميم عملك اللي انت فيه تواعي غيرك وتواعي بقيت الشباب وتواعي إخواتك وتواعي الصغيرين أصغر منك سنا يبقى انت جربت حاجة ونجعت معاك وعاوز تعممها وعاوز تنصح بيها هتقول عن تجربة عن أقل يعني زي مثلا لما حضرتك دلوقتي قدوة لينا البش مهندس عادل زداني في سنة أصغر قدوة لينا أو للشباب فهتقول أنا والله عملت كذا وصلت لكذا ما هو برضو اللي زي مش شكر في نفسي ولا حاجة أنا من الزمن الماضي الوضع كان يختلف بالنسبة لأستاذ عادل زدان اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة إدرلان لإدارة المشروعات هو ده شاب حديث آه سنه حديث آه لكن اتمرمط في الحياة اتمرمط عبر ما وصل للمكان ده اشتغل اشتغل وبذل جهد كبير وتعرض برضو لمتاعب كتيرة إنما انت متعرضتش لأي مشاكل انت قاعد تتكلم تحل في مشاكل الناس على الفيسبوك وتحل في مشاكل الناس ويريتها مشاكل يعني لازات قيمة ده مش عارف مين شاتب مين في ولان دحك ده كتب ايه على الفيسب طب ترد عليه تقول له ايه طب حطله صورة على مش عارف ايه وركب له ايه طب وده طب وده دي المعيشة هي دي الحياة ده مستقبلك ده اللي حيخليك تتجاوز وتبقى صاحب أسرة ده اللي حيخليك تبقى صاحب بيت في يوم الأيام ده اللي حيخليك تبقى مكان أبوك مستقبلا لا مش هو ده أكيد كل أب وكل أم فينا تعلم ولادها مستني اليوم أو مستني اليوم اللي هيجي عليه لا الأب ولا الأم ببقوا محتاجين حاجة من الشاب بس على قل ببقوا محتاجين حتى انه يجي فترة معينة يشيل نفسه بعد كده طموحهم يكبر معانه ويساعد أخواته حضرتك شايف ده بيحصل دلوقتي الأب والأم طبعا ده الحنان وأي أب عاوز يشوف ابنه أحسن منه الكائن يعني المخلوق الوحيد اللي ببقى عايز يشوف الشخص اللي قدامه أحسن منه هو الأب هو الأب ماشي لكن الفكرة دي ما هياش رسخة في فكر الشباب ليه؟ لأنه ما بيسمحاش كتير ما فيش ناس كبار بترددها كتير قدامه لكن هو عايش سنه أبوه أصلا مطحون ولكن هو عاوز ابنه أحسن منه لكن مش طايل مش عارف مش عارف يخليه أحسن منه ليه؟ لأنه هو الشاب لازم يكون عنده دافعة من نفسه عنده دافع وعنده حماس وعنده دافع أن يطلع ويبعد عن أهله ويشيل نفسه ويبنى حياته ويبنى مستقبله عشان حتى أبوه دا يتطمن يشوف اللي بعد منه سنا أصغر يتولاه وإنت تولى نفسك شيل نفسك بس فإحنا إيه اللي نعمله للشباب؟ الشباب إحنا تكلمنا كتير في موضوع الشباب لكن ولا هنميلك كلام فيه ومش هنخلص مش هنخلص كلام أبدا ليه؟ لأن الشباب دا هو درع البلد دا الوقود بتاع البلد دا مستقبل مصر الشباب دا مستقبل مصر ومستقبل أي دولة في العالم دا على مستقبل العالم بس إحنا منتكلم على مصر هو العالم متقدم العالم شبابه متقدم عن الله الشباب دا هو مستقبل مصر كله الوقود الجيش الشرطة كل مصالح الدولة السن الكبير ده خلاص يعني في النهايات كله كله في النهايات ربنا يديك الصحة والعمر يا رب الله يخليك ربنا يديك الصحة ويبارك لك إن شاء الله إن شاء الله إحنا عاوزين نشوف الشباب ده اتحملوا مسئولية وإحنا عايشين عشان تتطمينوا على الأقل لا ده إطمئنان وعشان لما يخطأ يلاقي مستشار يلاقي واحد يشور عليه قبل ما يخطي يشور على ابوه يشور على خاله يشور على عمه يشور على واحد مش قريبه خلص بس كبير وصاحب تياره أنا عاوز نعمل كذا طب أنا عملت كذا ووقفت عند المكان الفلاني ده اللي إحنا بنسعى له إن الشباب يوصل ويشتغل ويبقى ليه مستقبل وإحنا عايشين إحنا عايشين لكن بعدنا هيبقوا إيه يعني لا طلعوا فوق ولا نزلوا تحت يعني اللي عرفوا يطلعوا فوق ولا يزلوا تحت سبته في مكان معين أنا ما سبتهش هو اللي ساب نفسه ليه؟ هو ما عندهش الدفعة والحماس الكلام ده عاوز حماس ودفعة من نفسه من بنا آدم نفسه يعني كده يا فندم نفهم هل الأسرة كده ملهاش دور؟ الأسرة دي الأب الأب إمكانياته الأب حضرتك عارف أنت عارف حضرتك دور الأب دور الأب شغال يجيب دخل عشان يصرف على الأسرة الدروس والمدارس والمستشفيات والعلاجات ومصاريف المدرسة وانت حضرتك عارف الكلام بيقوله بيكلم ابنه أو بيدفعه بقدر استطاعته بقدر استطاعته الأم كذلك لكن ما احنا عاوزين الشباب ده هو نفسه يواعي بعضه لأن الشباب لما يواعي بعضه ويبقى فيه توعية هتيبقى الخطوة أوسع خطوته هتيبقى أوسع مع نصيحة أبوله لأن نصيحة أبوله دي يعني على قد الوقت ممكن بياخدها بقى لأن ده حد يعني خلاص زمنه عدى ما أصدق قديم ده عهد مش عارف إيه أنا من هنا يعني كلام حضرتك إدانا فكرة يا جماعة أي شاب إحنا أرقام البرنامج بتظهر قدام حضرتكو على الشاشة أي شاب عنده فكرة وعارف يطبقها ونجح فيها ممكن يتواصل معنا ويكون معنا هنا نموذج لشباب تاني بس برضو إحنا فقدنا حلقة التواصل يا مش مهندس يعني يعني المثل اللي بقولك ابن ابنك أحسن ما تبني لابنك ماشي فأنا من وجهة نظر إن المفروض على قلي يبقى فيه وقت كده لو أسبوعي مثلا أجيب ابني أجيب بنتي أنتو عملتو إيه وصلتو لإيه إيه نفسكو في إيه طب عملتو إيه عشان تحققت محقودة ولا حضرتك مش معين أقول لي سعدتك فضل الابن حضرتك عارفة طبعا التليفونات والموبايلات اللي خربت مصر دي كرسة على الدولة وكرسة على الشباب بالذات بتحديد يعني الشباب والشبات عشان ما ننظمش عشان يبقى كله فيه معموما الشباب بتحمل بتحمل المعني كله يعني فالنهاردة يعني اللي هو بشوفه على النت بيخلي قبوله لنصيحة أبوه ومه ضعيف أقل ليه؟ تغى عليه النظام الغربي أحدث الموديلات في اللبس أحدث الموديلات في الحلقة والشع أحدث الموديلات في النظرات والبطلونات والبطلون اللي مقطعه من على الرجبة واللي مش مقطعه على الرجبة لا مديله مش مخليه يستمع ولا ينصد كويس لأبوه ومه آه فاكر إنه أي حاجة أي معلومة عايز يعرفها ممكن يدخل عن نت يدخل عن نت يجيب خطب حضرتك طب ما أنت أنت الغد دلوقتي قاعد وبتاخد مصروف طب خود نصيحة من أبوك مقابل المصروف اللي أنت بتاخده يعني نظر اللي بيظرف عليك اسمع نصيحته عشان تبدأ حياتك وتاخد طريقك بقى وعايش لا إحنا استخدمنا التكنولوجيا الحديثة دي المفروض سلاح زوحة دين استخدمناها معظمنا في الجانب السلبي أكتر يعني إحنا بنستخدم الموبايلات وبنستخدم الحاجات أكتر من الدول اللي صنعتها يا فنظم حضرتك النهاردة البلد فيها أكتر من مئة مليون تليفون يتخطى المئة مليون تليفون إذا كان مصري مية وعشرة مليون إحنا آه مصري دلوقتي وصلت لمية وعشرة مليون كل بيت فيه ما أقول لي حضرتك خمس تليفونات شوية ست تليفونات شوية بعدد الأسرة واثنين احتياطي يعني بعدد الأسرة تليفونات واثنين احتياطي لو واحد عطل أو ادي العيل لسه في سنة تالتة ما حصلش تالتة ده سنة أربعة سنة إلعب بالتليفون لعبالهي متخلص المطبخ على الفكرة في أطفال كتير يعني الفترة اللي فاتت يعني أصيبوا بالتوحد أو بقى عندهم حالة إن هم عايزين يعودوا مع التليفون بس بالزبط كده كان تعليل الدكاترة انتسبتيهم قدام التليفون أو الكارتون أو فترة طويلة عمل لنفسه على مفتراض بالزبط كده بالزبط كده ما عندوش استعداد يسمع من أهله هو ما عندوش استعداد يسمع من أهله الأهل برضو يعني أنا مش هنسبهم هم عليهم برضو عليهم وزر لأن انت الديت اللي عايز هوير تليفون زي كده ما انت انت برضو ما هتقولك أنا عايزة تطمن عليه يعني أنا مثلا ابني بيروح المدرسة بيروحي لحضانة عايزة تطمن عليه وكان زمان بتطمنه علينا احنا بإيه كانوا بتطمنه علينا ازاي زمان ما كان لا تليفون ولا نص تليفون ولا حي كانوا بيتطمينوا علينا بإيه؟ بأننا مستقيمين كنا مستقيمين تطلع من البيت تروح لمدرسة تماما تيجي من مدرسة تروح لغط تروي وتقع عاضرة إذا كان فيه دروس تبديكات نادرا لو كان فيه درس نادرا من النواد اللي لما فيه درس خصوص كنا ملتزمين وكانت موعدنا مظبوطة أكتر من اللي معاه ترفو المشكلة دي إننا دي له تليفون ما فيهوش تقليات كتير هو كتر ما بيتعامل مع التليفونات ومع المناظر وبيشوف الحديث وبيشوف الغرب فيه إيه والشرق فيه والدينيا فيه إيه أصبح النهاردة أبوه بيندع عليه هو دماغه مش معاه ده ساعة ما بردش لأنه مركز عينه على التليفون عينه بصة كده يا محمد مرتت مايردش وبعدين يفتكر أن أبوه بيندع عليه كتر خيره بقى بيبتدي يرد على بابوه شوفوا بقى من كتر يعني من الكتر اللي تركيز اللي الشباب مركزوا على التليفونات يا فاندم ده ممكن دلوقتي التواصل بين قوضة وقوضة يبقى بالتليفون أنا عايز أكلم إيه يرن عليه ابني عايز يطلب مني طلب يرن عليه وفي القوضة ده يبتن ده عليها تقول لها يا أي حاجة مرتين تلاتة في القوضة التانية ما ترد ترن عليها ترن عليها بالتليفون ما تجيش على طول الأول تغير الصفحة وبعد انت ايه أنا من وجهة نظري إن الأب والأم اللي ابنهم يخلص تعليم ممكن نقول لو بنتي يعني شوية ومع ذلك البنت برضو ممكن تجد فرص تتعامل كويزة ما يدلوش مصروف انت خلصت ده فيه بيشتغلوا وهم بيدرسوا انت خلصت اصرف على نفسك الكلام ده في الغربة مش هنا طب وليه ما نعملوش هنا ما نعملوش من هنا لأن فيها عاطفة بين الأب والأم والابن والبنت عاطفة الناس اللي هم المصريين الأصالة والعروبة والدم احنا غير الغرب الغرب 16 17 18 سنة على الأقصى ويقول له شوف طريقك لحنا احنا ما نقولش شوف طريقك بس المقصود طب انت تاخد مني مصروف بعد ما انت خلصت تعليمك اشتغل اي شغلانة المهم نعلمه يجيب احنا مش طالبين منه يصرف على البيت ما هو فيه نغمة بقى ماشي ايه النغمة؟ اه لا انا الناس خدت شهايد وما فيش تعيين وما فيش شغل وما تعينناش طب ما هو ادلك بديل انت ما تعينتش ادك بديل ايه البديل؟ القطاع الخاص والشركات والمصانع رقم اتنين الاراضي الصحراوي ادك بديل ما هو ما فيش تعيين لكن فيه سبل سبل حياة تانية غير التعيين لو عندك امكان وعندك دفعة وعندك حرارة انك تعمل حتعمل لا وانا كان عندي لقاء مع وزير القوة العاملة السيد وزير القوة العاملة وسألته طب ليه الشاب بيعزفه علشان لا فيه تأمين ولا فيه معاش قالك لا ده فيه قانون وجيس فعلا ان القطاع الخاص تأمين ومعاش وانه ما يتفصلش من غير السبب وفيه لجنة سلسية الكلام ده بقى موجود فعلا يعني يا سيدي حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب يعني انا لو نميت جوه ابني انت خلصت تعليم انا مش مسؤول عنك انا مش مسؤولة ديك مصروفك ومش مسؤولة ديك ما هي مراحل برضو دي يعني اذا كانت تبقى مرحلة عند مين عند الابهات والامهات اللي هما يقدروا ينفي يعني يتكلموا الكلام ده او يطلبوه او ينفزوه على ولاده طب انا كده بفيدو مش بدور الله هو ما هي نعمله ايه نحياه كده هو طالع لا اكده واللي قبله كده واللي قبله كده واللي قبله كده انما فيه شباب بتطلح تسعى لوحده والله من غير ابوه ما يبعيه هو عنده نفع اللي بيسعى ده ماهش فاضي يقعد على الفيسبوك ماهش فاضي يعمل ندقات ماهش فاضي يناقش مشاكل اللي هو اصلا مايعرفش حلها احنا منتكلم على اللي قاعد كأنه هو فاهم والناس المستشارين والناس ده كله ماهدش فاهم حاجة انت طب انت منين اديت خبرتك ده منين كوانت رأيك حتى اشتغل حاجة عشان لما تيجي تتكلم في اي موضوع تقول والله انا بحكم خبرتي في الموضوع الفلاني انا اقدر ادي الرأي واحد اتنين تلاتة ما تنسيش حضرتك ان احنا منتحارب مصر بتتحارب حرب الجيل الرابعة زي بتتحارب من العالم بالكامل يعني كنا الاول تلاتة اربع دول دلوقتي تلاتة اربع العالم مش عاجبه مصر ليه مصر بقت النهاردة طلعت في طفرة عالية جدا وفي مكانة عالية جدا النهاردة احنا منتحارب بالشباب ده نفسه دي حرب يعني كون الشباب ده نايم وما بيشتغلش وما بيطلحش ومش شايف مصطح ده دي من ضمن الحروب اللي ضد مصر دي من ضمن اساسيات الحروب اللي ايما في مصر ليه لانه عشان يحطم البلد يحطم الشباب الشباب حضرتك عارف انه كان في المية النهاردة من سكان مصر ستين في المية ويمكن مصر الحمد لله من الدول القليلة جدا اللي عدت شبابها اكتر من نصها كويس ستين في المية دول لما يخرب حتى نصهم يقولهم وفكرهم طبعا كفاية دول يخربوا مصر لوحدهم مصر حضرتك شايفة الشغل اللي فيه شايفة الانتاج اللي فيه شايفة المصالح اللي فيه شايفة المصانع اللي فيه شايفة القوات المسلحة اللي على اعلى درجة على مستوى العالم البحرية والطيران والدفاع والسواء كل السحة عموما شايفة حضرتك الشرطة واجهزة الشرطة الحديثة بتعمل ايه وبتشتغل ازاي والدولة شغالة ورئيس الجمهورية شغال وكل المسؤولين اللي هم في مواقع عمل فيه حساب وفيه رقابة وبيشتغلوا كويسين لكن نوم الشباب ده من ضمن الحرب اللي على مصر من ضمن الحرب اللي ضد مصر من الشباب ده ينام وما يشتغلش وما ينتجش حضرتك كأب وكجد أه يديك الصحة إيه النصيحة اللي ممكن تنقلها معنا يعني بيكون حريش تقولها لابنك يعلمها لابنه إيه اللي بتحرص عليه إنه لأ أنت أول حاجة لازم تنميها جواه إنك تعرفوا واحد اتنين تلاتة إيه اللي بتكون حريص إنك تنقلوا لابنك عشان يعلموا لابنه رقم واحد ابن من أول السن يكون قريب علي وأنا قريب علي السن اللي هو حوالي كم سنة يعني مثلا بمجرد مرحل مدرس بمجرد مرحل مدرس يعني تعال أنت خدت إيه النهارت طب الأستاذ اسمه إيه طب درست إيه يعني الحكاة دي هتأخد لها مثلا ربع ساعة عشر دقائق ما زيدش عن كده لما نبدأ أنا من أولى ابتدائي وتانية ابتدائي حيبقى فيه تواصل لغاية ما يدخل الجامعة إفراده أنا أبوه مش متعلي يعني مش هنوصل السنة والإنجليز والفرنسا لأنا يكفي إن أنا أسسته لغاية أول سنة وتابعته لكن تابعته إيه؟ ده أنا تابعته خلاص بقى حاجة عنده سابته بقى دي من ضمن السوابت رغم عدم تعليمي العالي اللي أنا مش هنتواصل بيه لغاية الجامعة معاه لكن من ضمن السوابت إن فيه أبويا بيسألني وبيسألني والمدرس مين والدرس مين والكلام ده كله هو لما ياخد الست سنين أو خمس سنين في الابتدائي دول يعني بلسة نولة خلينا تاني وتلاتة في الإعداد دي النهاردة تسح سنين زرعتك واحدة بقت عادة فأصبح عادة عادة وترسخت فيه واللي بعده حيبقى كده واللي بعده حيبقى كده بس المهم انتشار الكلام ده انتشاره عاوزين ينتشر عاوزين توعية والتوعية أنا طبعا عاوز الإعلام الإعلام النهاردة تلت تربعه إعلانات وإعلانات مفسدة للشباب مش مفيدة وأفلام خارجة عن القانون وعن اللياقة وألفاظ خارجة عن اللياقة والإسلام والدين بتاعنا فده كله الشباب ما شايف الكلام ده واللي بتعجيبه وبسجيلها كمان عشان يشوفها بعرض مستمر مستمر على طول على طول على طول ده حضرتك ملمة بالتكنولوجيا الحديثة كلها أنا ملمة بخبرة الحياة مدرسة الحياة مدرسة الحياة اللي أنا تعلمت فيه أنا يعني متعلم كل حاجة بمدرسة الحياة أنا مش دكتور مثلا منش طبيب لكن أعرف إزاي النظام الطب اللي ماشي مكتبش رجدت لكن أنصح إيه معارب عندك مغس أو الله يشرب لك شوية نعناع على هنسون بتاعها مثلا يعني تجاره بالحياة أكبر مدرسة كمان ماشي الإعلام النهار ده ما نشايف فيه يعني إيه بعض بعض عشان ما نبقاش ملمة كله بعض الإعلاميين وبعض القنوات وبعض الإعلام ما هواش في خط الشباب ما هواش ناصح للشباب ولو الإعلام اتحد معاني إحنا كما نعرض برنامج أهو اتحد معاني وخلى صوته إحنا صوتنا معاه بلاش هو صوته معاني عشان ما يزعلوش ويوعوا الشباب هتبقى دي هيخلهم قدوا حسنة فعلا يجيب الأفلام اللي هي يتوعي الشباب يجيب التمثيليات والمسرحيات اللي توعي الشباب ما يجيبش تخريب البلد وتخريب الشباب والله وإحنا اكتشفنا فعلا الفترة الأخيرة الأفلام اللي فيها قيم والمسلسلات اللي فيها قيم ومبادئ بتكسب برضو زي الأفلام اللي فيها أكشن وبلطاجة وده كل يعني أنا كان عجبني جدا كمسلسل درومي مسلسل أبو العروسة جاب لنا الأسرة المصرية اللي هي متحبة ومع بعضها وبتتعامل وعيش مشاكلها وقد إيه الأب وكسب جدا والناس تلفت حواليه جدا في حين إنه ممكن مسلسل تاني بيشجع البلطاجة الناس كده كده اتلمت حوالين كويس فيلم برضو زي الممر يعني زي الممر بدينا مثل وبيدينا قدوة حضرتك شايف الناس اتلفت حواليه ازاي والشباب تلتفوا حواليه ازاي وبقى قدوة وكسب كمان ماديا جدا فاحنا بالوقتي المفروضة يعني الحاجة الهدفة يا جماعة الناس متشوقة لها من كتر ما هي شافت هابط متشوقة جدا للحاجات الهدفة بقى الهبوط ده يعني ايه بقى من العلامات الكويسة يعني تتصور بعض شباب بقى بالزبط وبعض المنتجين طب منتوا يا جماعة لما عملتوا حاجة كويسة أو حاجة محترمة ما الناس سمعتها الناس سمعتها وجابت فايدة وجابت فايدة الاعلام شريك أساسي في توعية الشباب وشحنه للاستقامة وفعل خير والنهاردة حضرتك انت شايف أنصف الممثلين وأنصف الممثلات بقى قدوة للشباب دلوقت وشركات العري والكلام ده يعني كل ده إنه هدى الشباب ما هو بيشغل نفسه بايه ما هو بالكلام ده ما ينفعش الاعلام لازم يوعي الشباب ده وينشر الفكر الحديث والقيم والأخلاق والأسطوب الراقي والتعامل ده بيبقى الولدين شباب شاريين الغده سندويتشيات شركة ومشيين راحين المدرسة أو راحين الدرس تخيالي حضرتك كل واحد في سندويتشيات؟ ممكن اختلاف على صورة في التليفون أو كلمة مكتوبة أقسم بالله بيرمي السندويتشي ويمسك في خناقه اللي هم شاريينه شركة يعني ما فيش مبادئ ما فيش قيم السندويتشي اللي شاريينه شركة بيرميه ويدربه ويمسك في خناقه عشان اختلاف على إيه؟ الغرب اللي عملت فينا كده اختلاف على الصور وعلى الكتابة اللي على الفيس وحضرتك شايفة الحوادث اللي بتحصل اخترها ايه؟ بدون سبب بدون سبب والفيس والشاب الشباب دلوقتي بقيت بتتباهى وزي ما محمد رمضان أو غير وطلعين مسكين سينجا الشاب دلوقتي بقى بطلع يتصور ويتباهى وهو ماسك نفس الحكاية حضرتك بص شوف الأوضاع اللي حضرتك شايفها كل الشباب قلعين فنلات وكل البنات عري طبعا بعض مش كل بقول بعض بعض الشباب وبعض الأنسان بمعنى نتكلم عن الجزء ده من الشباب والشباب ماشي بعض منهم هل ده ده الاسلوب الراقب تعالف أنا رايح نحضر فرع نروح قيمة كده وشكل و و لابس نضيف و حلق شعري و كويس و ألفظي كويسة و لو كلمة عالية صوت عالية بلاش منه و اللفظ يطلع مني مظبوط ما فيش إساءة لكن أبدا ده ما يندهلوش اللي يقول له حيات كذا يعني بيندهل صديقه و صاحبه باسم باسم أمه عشان نبقى بالفلاحين يعني ها إيه أكتر حاجة لما يند عليه يقول له حيات كذا وهو صديقه و صاحبه و هو عارف أمه كمان ام ربيه يمكى ولا ردعيته هو صغير لكن خلاص اللسان اللسان و الاسلوب بقى خلاص ماشي ده رجل بقى من كتر ما هو يتكرر بقى كأنها حاجة عادية بقت حاجة عادية و التاني ما يزعلش لان هايقول له كده ما هو كمان بيردهالو يعني هو أنا أزعل منك ازاي و أنا بعمل ده ها وبعدين ما فيش إحراج ولا خجل ولا كسوف ولا حياة في التعامل بين الشباب وبعض وبين الشباب والأهالي عدوا في معاد عرف في جلسة عرفية ولا بتاع تلاقي واحد كبير بيتكلم معها وبنخته صاحب المشكلة او ابناخوه يا خال طول بالك بس يا خال ده كل واحد أضرب ما صحته طول بالك أظن دي أيام حضرتك كانت عيبة طبعا عيبة و دلوقت لو أنا قاعد برضه ولو ولو اتقالت مش هنسبه ولا نعداش ده محدش ده كل واحد أضرب ما صحته يا خال وبتاع هو حد بيدفع لحد حاجه بقيت المادة هي المقياد شوف الكلام شوف الكلام يعني معناها اسكت اسكت أنا لأ أنا صاحب الشق اسكت أنا جايبك معي شكل آه جايبك بس بكده ضلف ده ينفع الكلام ده لا والغريبة يعني حاج إن مثلا بقينا نستغرب قوي لما واحد يلاقي شنطة فلوس ويرجحها لما حد يلاقي موبايل ويتصل بصاحب ويرجعه كأن بقى السايد عدم الأمانة وعدم المفروض إن ده الطبيعي ده الواقع إن أنا أبقى أمين إن أنا أرجع الحاجة إن أنا اللي لقيه لا ده هنبقى مستغربين جدا لما ده يحصل إحنا في الزمن الماضي أي شاب كان يعتارد أو يقول كلمة خارجة على واحدة ستة في الشارع أو بنت كانت الناس تعنفه وتقنبه وهو كان بيسمع للتعنيف طبعا بيتعنف ويتبهدل ومش مهم ضرب بس يكانوا يعنفوه يعني ما حصلش حاجة النهاردة بيعترض رسمي بالإيد والناس قاعد على الكافية بتتفرج بتصور وبتصور المنصر وبقت شغلتنا دلوقتي أنا ما شوف خناعة أو ما شوف حالة بدل ما حاول أحلي بصور إحنا النهاردة طبخين ملوخية أه ما هو بتقولي تقلين عن أبو الملوخية وأبو اللي هيكله الملوخية ده من ضم ده فضى ولا مش فضى ده فضى ولا مش فضى ده إسراف ولا مش إسراف ده إسراف ولا مش إسراف ما هو إسراف فعلا في استخدام ما الإسراف في أي شيء طب ما هي ده ما ستات برضه هم أنا متعاود بس إننا نتكلم كثير ما هي ده برضه طبخنا كذا وعملنا كذا وتعشينا كذا ده فق وإحنا خلاص حنامه هو نخلين نامه يعني خدنا من الحاجة أسوأ ما فيها مفحش مفحش الست الأول اللي كانت بتصحى قمته وتشوف مصحة ولاتها قمته وبعدين النهاردة المظلومة في النظام البلدي الحالي الموجود هي الست الموظفة الست الموظفة إنها قد عليها حمل توقع حملة أكتر من طقتها لأن ده بتصحى بذلي تروح العمل بيتيجي من العمل بيعمل أكل بتعمل غدا بتعمل غسيل بالليل بتعمل أكل بكرة أو فطار الصبح بتحضر لولادها الكتب والشونط واللبس ويه 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 الأخر وبعدين تصحى أول واحدة وتنام أخر واحدة فعلا يعني الصراحة حضرتك كده منصف يعني كم لا أنا بقول اللي حق أنا بقول اللي أنا شايفه اللي أنا عارفه اللي أنا عارفه أنا ما أنا عندي بنتي مثلا مدرسة مثلا والتدريس ده أو التربية والتعليم ده في رأيي أنا أنه أخفي عمل للسيدة هو المخرج بقول لي إحنا خلصنا بس أنا مش أختم مع حضرتك غير ما تخلص فكرتك عن الست ماش أنا بقول لأ أنا بقول فكرتك عن الست أنا بقول لست العاملة بالتعديد على العاتقها مسئولية ضخمة وبتبزي الأقصى جهد في إنشاء الأسرة دي العمل على إنشاء الأسرة الصغيرة بتاعتها وزي ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكل راعي مسئولة عن رعيتهم في الآخر إحنا زي ما بنربي ولادنا آه يمكن ما بنربي همش لوحدنا صح بس طول مزايل باش موهندس أحمد قال إن ما إحنا متابعونهم وعودناهم لتابعهم وأهم حاجة نشوف مين أصحابهم على الأقل هنساهم بشكل كبير جدا إن إحنا نكون شخصية هيتطلع جيل مستقيم إن شاء الله ولو ما كانش مستقيم مئة في المئة با ثمانين في المئة سبعين في المئة ستين في المئة إحنا راضيين لكن النهاردة مش محصل أربعين ولا تلاتين برضو دي نسبة ونأمل إن شاء الله إنها تطلع دايما دايما في الزيادة ودايما حضرتك تكون معانا في حلقات كتير لإن إحنا على كل المستويات بنستفيد من حضرتك اتفضلي أنا بس أنا المخرج ده أنا مش سايبه ليه بس طب خلينا بعد الحلقة لإن إحنا اللي ظهرنا متأخرين عن معادنا النهاردة متأخرين مع المواصلات إحنا عنا من إيه الطرق والمشاكل في الطرق والزحام والكلام ده كله مع إن شاء الله لنا حلقات تانية أنا ما خلصتش برضو ما إحنا بقى هننتهي النهاردة كده عشان لما نقعد إن شاء الله نبتدي من آخر ما انتهيت حلقات طيب ماشي أنا طالب من السيد رئيس الجمهورية عبدالتاح السيسي إن أنا قابله وللمرة التانية أنا طلبت الكلام ده منه يوم 14.09.2019 والنهاردة 1.11.2019 وأنا مش عاوز وظيفة ولا عاوز عمل ولا عاوز أي حاجة عاوزك أشوفه بس أسلم عليه لأن أنا في نهاية عمري ونهاية حياتي ربنا يديك الصحة والعمر ويا ربي صوت حضرتك يوصل لسيادته إن شاء الله وأنا بطلب من كل الناس تساعدني لتوصل الصوت ده للريس يا رب إن شاء الله بإذن الله ونكون سبب تحقيق أمنية حضرتك شكرين جدا على وجودك معنا وإن شاء الله لينا حلقات تانية وحلقات ما تحرمناش منها وشوفكم الحلقة الجاية عن تهز فرصة ديها واحدة محمد باشه اتفضل أهنأ أهنأ كل المسلمين جميعا بمناسبة حلول المولد النبو الشريف وكل عام وأنتم جميعا بخير كل سنة وحضرات السيدة المشاهدين معانا بقال في خير واشوفكم الحلقة الجاية